المنتخب المصري المنتخب المصري في الآوين الأخيرة عزيمة قرينتا قيتالية نسيابية في اللعب روح المجموعة ما أعطاش فرصة للسحي العاج بش يتحكم في اللقاء ما أعطاش فرصة أيضا للسحي العاج بش يلعب بالطريقة دياله وفي الآخر المنتخب اللي كان يستحق تأهل ربع نيائي هو التأهل بالرغم على أن المنتخب المصري أضاع العديد من الفرص وبالرغم على أن المنتخب المصري عانى موحد سوء الحظ إصابة العديد من اللاعبين الركائز أبرزهم اللاعب حمدي فتحي التي تعتبر تيرموميتر في وسط الميدان وأيضا الحاري الشناوي التي تعتبر العاموت الفقاري في تشكيلة المنتخب المصري ولكن ربضارة النافعة أبو جبل حارس الزمالك دخل وأدى المهمة على أكمل وجه وتصدى لضرب الجزاء وكان عنده واحد ضور كبير في تأهل المنتخب المصري لربع نيائي بطولة صراحة لا تخضع للترشيحات لا تخضع للترشيحات بعد المرحلة دي المجموعات كل شي كانت يرشح نيجيريا باش يتأهل باش يعفون باش ياخد اللقاب أو على الأقل باش يوصل للمقابلة النهائية بحكم على أن نيجيريا حققت العلامة الكاملة وضارت بواحد الوجه صراحة جد محترم في مرحلة المجموعات منتخب النيجيري تقصى ضد المنتخب التونسي والمنتخب أيضا دي الساحل العاج بعدما ظهر بواحد المستوى قوي جدا خصوصا في آخر اللقاء في مرحلة المجموعات ضد المنتخب الجزائري واللي ينتصر فيه بثلاثة الواحد شحال من واحد رشح حد لمنتخب دي الساحل العاج باش يمشي على الأقل للمقابلة النهائية وكورة القدم تواصل إعطاءنا الضروس ما كنش لمنطق ما كنش ترشيحات اللقاءات تربح داخل أرضية الملعب بالقرينتا بالقيتالية بالعازيمة واتشي اللي داروا المنتخب المصري في اللقاء ديه عندي بزاف يا الأصدقاء مصريين وعندي أيضا العديد من المتابعين كتابه الصفحة ديالي راصلوني قبل اللقاء وكان واحد تشاؤم كبير من طرف الجماهير المصرية يمكنني نقول سبعين ولا ثمانين في المياه من الجمهور المصري كانوا كيتوقعوا على أن المنتخب المصري ما غادش يتأهل لربع النهائي بحكم المستوى يعني المستوى يعني المستوى لا بأسابيه اللي ظهر به المنتخب المصري في مرحلة المجموعات ولكن ولكن يعني كيف ما نقولت من قبل مرحلة المجموعات أهم شيء واحد تحقق الانتصارات بغض النظر على الطريقة أهم شيء جيب النقاط أهم شيء هو التأهل والآداء كي يجي مع توالي اللقاءات يعني واجه شيء اللي شفناه اليوم الوجه اللي شفنا به اليوم المنتخب المصري لا علاقة له بما شاهدناه في مرحلة المجموعات المنتخب المصري يمكنني نقول على أنه كشر على النياب دياله ففي لقاء اليوم ضد صحي العاج اللي كان كي تعتبر من أقوى المرشاهين ودائما يعني المنتخب المصري ما خصناش نساو أيضا على أنه عنده تقاليد ويعني عنده تقاليد فد البطولة بحكمة لأنه الأكثر تتويجا المنتخب المصري سيدرب موعدا في ربع النيائي كأس أمم إفراقية مع المنتخب المغربي مواجهة عربية حارقة بكل ما تحميل الكلمة المعنى أنا شخصيا ما كنت شكنت منا على أنه يكون عندنا ديربي عربي في ربع النيائي يعني ما بغينا نخسره حتى شي منتخب عربي الآن عندنا مصر وتونس والمغرب وصلوا لربع النيائي يعني من أصل 8 ديال المنتخبات عندنا 3 ديال المنتخبات عربية ولكن يعني للأسف يعني المغرب ولا مصر غاد يغادروا واحد فيهم غاد يغادر من ربع النيائي يعني ودي الكورة يعني في الأول وفي الآخر مجرد لقاء ديال كورة القدم وأنا شخصيا العلاقة العلاقة يعني اللي كتربط ما بين الشعب المغربي والشعب الميسري صراحة شيء كفرح بزيف اليوم يعني عندي بزيف ديال أصدقاء في المغرب اليوم عودوا لي على أن المقاهي تقريبا كلها كل شيء كل شيء يشجع ميصر يعني بحلي تقول اليوم في المغرب بحلي ميصر لعبة يعني بحلي لعبة ميصر في بلادها كل شيء يشجع ميصر ونفس الشيء ينطبق لما المغرب كانت يلعب سواء في مرحلة المجموعات ولكن يلعب ضد ملاوي الصفحات الميصرية كلها تشجع المغرب المشجعين دي الميصر كلهم كيش تشجع المغرب أنا شخصيا عندي العديد من الأصديقة سيف طولي كلهم كيش تشجع المغرب وكيف مما قلت يعني هذا هو المقزة وهذا والشيء لهم كورة القدم يعني كورة القدم يعني كتوحد مش كتفرق آخر لقاء كان جمع بين المنتخب المصري والمنتخب المغربي كان سنة 2017 عفوان نسخة 2017 كان المغرب لعبة ضد مصر في ربع النيائي كأس أمم إفراقية يعني سبحان الله كنا نلعبنا آخر مواجهة في ربع النيائي وسيتكرر نفس المشهد في ربع النيائي والمواجهة كانت انتهت لصالح المنتخب المصري بهدف لسفر هدف جاء في واحد لوقت قاتل عمري ما ننسى ذاك الماشي أنا شخصيا ذاك الهدف دي اللاعب كهرباء المنتخب المصري أنا ذاك نتعصر على المغرب بهدف لسفر وتقال للنصف النهائي يعني المغرب ان شاء الله يعني أنا شخصيا كمغربي اكيد على انني غنبغي البلد دي اللي ان شاء الله المغرب هو اللي يتأهل للنصف النهائي واكيد على ان الجماهير المصرية حتى هما غيبغيوا المنتخب دي اللهم يتأهل في الاول وفي الاخير هذا مجرد لقاء دي الكرة القدم سينتهي مع الصافرة النهائية للحاكم خصوصا مع العلاقات الجيدة اللي كتربط بين الشعب المغربي والشعب المصري وأياً كان على المتاهيل سواء تأهل المغرب او لا تأهل مصر يعني ايا إلي كان المتاهيل ان شاء الله سوف نكملون معه في و سوف نشجعون يعني الدربيات دائماً اللي كتجمع بين المغرب ومصر ولتونس والجزائر دائماً دربيات ديالشمال إفراقية دربيات المغاربية تكون دربيات حارقة دربيات صعب التوقع النتيجة ديالها دربيات لا تخضع للأرقام لا تخضع للمنطق لا تخضع لأي شيء أكيد بالنظر على أن المنتخب المصري عنده طقوس فرد البطولة ويعرف من أين تؤكل الكتيف وهو الأكثر تستويجا على الورق كي تعتبر مرشح باش يمشي يعني لأبعد نقطة ولكن يعني أيضا المنتخب الوطني المغربي لغاية الآن قلتها من قبل وما زال كان عودة ماشي مرشح جينا باش للعبه خطوة بخطوة مرحلة بمرحلة وأنا شخصيا تنظر على أن اللقاء دي اللي غادي جمع ما بين المغرب وميصر غادي يكون لقاء كبير لأن المنتخبين بجوج عندهم العديد من اللاعبين مواجهة بين محمد صلاح وأشرف حكيمي اللي كي تعتبروا من أفضل ومن أحسن اللاعبين في إفراقيا يعني كلمة ضرورية لأننا ندير حلقة اليوم ونبارك فيها للإخوة المصريين تأهول يلهم لربع نيائي كأس الأمم إفراقية كان هذا كل ما يخص حلقة دي اليوم إلا عجبتكم الحلقة ما تتساوش دعمونا بلايك اشتركوا في قناة باشيبسكم جديد أول بأول كامعكم ريدا من قناة ورافين سلام الله اشتركوا في القناة